السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلاب تانية سنة. اهلا بكم راتلكم تاني مع شابتر اه اكت وان سين سو فور من مسرحة الترميل الاول. طيب عند اخر حاجة وقفنا عندها لما الملك خلاص طرق بنته وملك فرنسا خاد كوروديليا وميشا بدأ يخططه ان هم يستولوا على كل سلطاتها بهم ان هم يخلوه كده مع عيش ما عنوش اي لزمة ولا ليه اي حكم ولا سلطة في المملكة. وادموند بدأ يتآمر على اخو اه ادجر اه او على ابو ضد اخو ادجر ابو جلستر اه ضد اخو ادجر عشان ادجر كبير ومفروض ان هو يوريس الحكم بعد ابوه هو طبعا ادمند ما كانش عايز الكلام ده ادمند كان عايز هو يبقى هو الوريز. فبدأ يخطط ان هو يوقعهم في بعض يعني عشان يستولع الحكم. شوف بقى بعد كده اللي حصل اول حاجة. اه الكلمات. يعني خادم يتصرف. اه بهافير سلوك واقح رود مهرج او مضحك فول يجهز او يعد مزنج جلوتي يغضب بشأن جيت انجري اباوت يعني يمسك برأسه من الالم يعني يتخلص من اه اه او يستغني عن. انكارج يشجع او شجع. لا انكارج يشجع. كارج يعني شجع. ماذر ان. وايز يعني حكيم او عاقل. مندهش. يعني نادل او خادم. اه ماد يعني مجنون. كورت ليه العربة كورو يعني. اتاك يعني وهاجم او هو. انك تحست بالزنب والخجل بسبب انك عملت حاجة غلط ما كانش مفروض تعملها او حاجة كان مفروض تعملها ما عملتاش. حد شغل في بيت حد. اه كلينز اي تي سي فور زنب. اي تي سي اي تترا يعني الى اخير. بيشتغل عند حد ويذبخ ويكنس وينظر لاتوقع ويبلغك يا او اندتو. انك تغير شكلك عشان الناس ما تتعرفش عليك. است عددتو شغلته ان يقدم لك حاجات او يساعدك في الاماكين ' الانفء. إيهير. سأقول لك في تصرف أخب أخب To Do Things In A Particular Way إنك تعمل حركة طريقة ماية. الانفءء. أخب الانفء. إيهير بأنه The Way That someone Behaves Especially Towards Other People الطريقة التي تتصرف بها ناس أو بيعام بها ناس مع ناس. أخب الانفء. ادخل ه as to use violence to try to hurt or kill someone. إنك تستخدم العنفف فإنك تحاول تقتل أو تقزيحك. أنك تقدر تبقى حكيم أو تعمل قرارات حكيمة أو عقلة أو تدي لحد نصيحة بسبب خطبرات أو معرفة عندك يعني الأمور ليست في وضعها الصحيح يعني تنكر إن هو غير شكلك أو تنكر ما حتى ما هتشعرفه يعني إذا صار بشكل سيء العربي هلو بجرور الحسن واخد بالك أنت في يعني الدنيا مش منصبوطة يعني يعني يزنب بشأن يعني يجني ثمار ما زرعت هلو أطبخ السم يدوخه زي ما حابق بقوله كذلك يهاجم شخص أنك تشجع حد يعمل حاجة يعمل ده جد من أجل كذا تجتهد يعني عشان تعمل كذا يعني تسبب في المشكلة إنك تحل المشكلة أكتو 1 سينا 3 قالك داخل لغنورل بنت الملك لير داخل لغنورل مع خادم الخادم بتوعها اسموه اوسوالد غنورل بتقوله هل أبويا الملك لير ضرب الخادمة بتاعتي لا يا اسم اذا دربه فقيتلو لا نازم اتصرف الجنود بتوعهم ايبقى الحرس الملكي الملك طبعا ما بقى اوش يتحرك انه لازم يكون معه حرس لي بنسموه ايه الحرس الملكي فبدأوا تصرفوا تصرفتهم مش عجبانيا وابوه هي بيغضب من كل حاجة لما ييجي امش هتكلم معه اقول له انه تعبان وخلاص مش عايز اقابله يعني انه هتكلم معه فأسولد قال له الله ده هو داخل علينا اسمه فقالت له قالت له خلاص كل الخدم ما ينفذوش او امره لو قال له اي حد حاجة ما حدش يعمله حاجة لو كلام ده مش عاربه يروح يقعد مع اختباء اهناك ما يجيش يقرفنا هنا الابوي الاحمق العجوز ده عايز يفضل ينفذ في سلطاته اللي هو اصلا وزعها علينا هو نازل عن كل سلطاته وده لنا وفي نفس الوقت عايز يفضل برضو يعني ايه مع السلطات دي فأسولد قال له هي اسمه اه يا ست الكل في عمال حاصل فقالت له فقالت له ايه مع السلطات انا هكتب له اختي هتلاك اهب دلوقتي حالا وحكي لها على النوي على ايه في اكزت وطلقت دخل كنت وهي لابس هدوم مختلفة عن هدومي كنت قال انا تنكرت في هدوم مختلفة وكمان غيرت طريق كلامي المعتادة عشان ادرسه على الراجل افضل جنب الراجل اللي تردني طبعا اصدع الملك لير انا لسه بحب الملك وبدو هكمل في ولائي وإخلاصي ومسندتلي بس من غير ما يعرفه دخل الملك لير مع الجنود والخدم فالملك لير بقولهم جاهزوا له العشاء فواحد من الخدم طلع وبص الكنت كده قال له قال له انا راجل فقير بس راجل امين ومخلص فالملك لير قال له what do you want عايز يعمل مخلص يعني قال له انا عايز اساعدك يا سيدي قال له do you know me انت عارفني انت الملك اكيد عارفك قال له no sir but i want to help you because i can see that you are an important man an important man فقال له لا ما عرفكش بس انا عايز اساعدك لان شايفك كده راجل مهمين فالملك لير قال له what can you do طب تعرف ساعدني ازاي هتعمل ايا قال له i can give good and honest advice قدر انصحك نصيح اه جيدة وصادقة فالملك قال له then follow me تعال وراي you can be my servant اه خليك الخدم بتاعي داخل شوية اسوالد اللي هو الخدم بتاع اه جنرال قال له you where is my daughter بنتي فين يا ابني فاسوالد قال له i'm sorry sir انا اسف يا سيدي وامساعد وطالح فالملك لير قال له what did the man say call him back ارواد الي انا مسمعتش حاجة عند هولو فالسولجر واحد من الخدم قال له he said that your daughter wasn't well قال له يا سيدي ده وهو بيقولك ان بنتك تعبانة فالملك لير قال له why didn't he come back when i called him انا مش ندهتله مرجاش اليه فالخادم قال له your majesty جلالتك he was very rude ده واقح جدا في الكلام I don't know what the problem is انا مش فاهيم اين مشكلة بصراحة but the servants the duck and your daughter are all being very unkind to you بس اللي انا شايفه ان الخدم والدوك اللي هو كورنوول اللي هو جوز اسمها ايه جونرال ويور دوتر اللي ايه جونرال كلهم are very unkind to you كلهم مش طايبين معك فالعملك شي كويس يعني فالملك قال له I have noticed that too انا خطب عليه من الموضوع ده but where's my fool فين الاحمق الاحمق ده بقى سيدي الفول ده هو كان شخص كده زي المهارج او بلياتشو ده شغلته اللي عادي يضحك وتنطط ويعملوا بتاعش ويضحك الملك يعني I haven't seen him for two days for two days مش وفتوش من يومين فالجوندي بتاعه قال له he has been very unhappy since Cordelia went to France قال له ده هو مكتئب من ساعة ما Cordelia راحت فرنسا فالملك قال له don't say her name to me تقولش اسمها قدامي go and tell general that I want to speak to her روح اقول لجونرال اللي انا عايز اكلمها دلوقتي the soldier exits Oswald and the fool enter وبعدها بشوية دخل Oswald اللي هو الخدم بتاع جونرال والمهارج معا قال له oh you come here who am I فقال له اوه انت جيت انا مين بقى؟ طبعا بيكلم مين Oswald فقال له my ladies father ما قال لهش زكينج بقى ولا ايه حاجة انت والد سيدتي بس ده اه اخرك معي فالملك قال له ايه my ladies father والد سيدة فك how rude ايه الوقاحة اللي انت فادي ف فالملك لير قام ايه لطش بالقلم فقال له ايه don't hit me my lord ما تضربنيش يا سيدي بقى متويدش ايدك بدل مع بص فكنت hitting him فكنت انضربه كمان don't be rude to the king or i will hit you too ما تبقاش واقح طبعا كنت دلوقتي متخفي ومحدش يعرفه يعني اللي بيش انا بزي بتاع احمد عبازيز في الفيلم كده فما عادش حد عارفه فبقال له تبقاش واقح مع سيدي وإلا هضربك انا كمان فالملك لير قال له thank you you're a good man شكر ليك انت قاد محترم فجونرال دخل بقى فملك لير بقى what is the matter general why are you holding your head ملك يا جونرال ماسكي راسك ليه يا حبيبت ابوك فالفول او المهرج قال له you should worry old king because you gave everything away قال له انت لازم تقلق يا ايوها الملك العجوز انت تنزلت عن كل حاجة rather than worrying about your head فتقلق على مولكك اللي انت تنزلت عنه اكتر من قلقك على دماغها one day you will want everything back بيوم الايام هتتمنى ان كل الحاجات اللي انت تنزلت عنها دي ترجع لك تاني فجونرال اتلو father are you encouraging your men to behave badly او انت بتشجع رجالة بتوعك انهم يتصرفوا بتراوحشة your fool says and does what he wants المهرج بتاعك بيتصرف زي ما عايزه بقول له وعايزه فالمهرج قال له even a fool knows when the cart is blowing the horse حتى الاحمق بيبقى عارف او بيقدر يشوف او يميز امتى الامور متبقاش مظبوطة ان the cart is blowing a horse العربية هل هو بجورة الحصان مش حصان بجورة العربية يعني الدنيا مش مظبوطة يعني كل حاجة في مكانها او الامور مش ماشية طبيعي فالملك لير قال له does anyone here know who i am tell me هل في حد في القضة دي عارف الامين قلولي فجنرال قال له you are old and you should be wise قال له انت كبير فلازم تبقى عائل اعقل شو اعمل حق but you are keeping hundred soldiers here بس انت اجاب لي معاك مئة عسكري ليه they are noisy and rude كلهم مزعجين ووقحين please don't have so many soldiers ارجوك مش لازم كل جنود دي انت جاب مئة عسكري يحرسوك ليه يعني and only keep the men who can behave well خلي بس معاك الجنود المحترمين اللي بتصرفوا كويس يعني فالملك هو غضب قوي what did you say طولتي ايه call my soldiers you won't have any more trouble from me هتقولي العسكر بتوعي مش هيحصل لك اي مشاكل تاني مني because now i have only one daughter left لان خلاص انو عادش عندي بنات انا فاضي لي بنت واحدة بس اللي اعمين بقى اسمها هو دوقتي غضب على كوردليا اطراضها وغنرال دوقتي بعد ما انت له كلمة تندر قال لا خلاص انت مش بنت ولا عرفك فاضي لي مين بقى ريجان حبيب تابوها بقى انا راح لريجان دلوقتي المهم فدخل بقى البني اللي هو مستغرب قوي وبيقول للعسكر بتوعي جاهزول للحصنة فالبني قال له استنى ده الملك اللي بيكلم العساكر يلا جاهزول للحصنة انا همشي لنها دلوقتي حالة فالبني قال له لا استنى بس في ايه فكينج لير بيكلم نفسه اوه خلانا عملت كده في كورداليا هي ما كانتش واقحة معي كما جونرال واقح معي كده او انا كنت ازاي كنت احمق اوي كده ما كنتش عارف الحقيقة فالبني قال له جلالتك انا مش عارف اللي مدايق اوي كده بس انا مشي زنب انا معرفش حاجة فالملك قال له يمكن يكون عندك حق في انت بتقول انت انك مش مزنب او ما لكشي زنب في الموضوع يعني بس اسمعني لو جونرال هلفي الطفل في يوم الايام والطفل ده بقى واقح معها ساعتها بس هي هتفهم انا حزز بايد الوقتي ساعتها ستدق من الكاسي الياد او هتهولي او هتعرف انا حزز بايد الوقتي وبعد كده الملك لير خد بعضه ومش فالبني قال لها ايه جونرال اللي حصل فيه جونرال اتلو nothing let him shout he is a mad old man اتلو يا عم ولا ايه حاجة سيب وزع ازمو عايز ضروري العجوز ومجنون فالملك دخل تاني قال لها جونرال you have told fifty of my soldiers to go انت مشيتي خمسين واحد من العسكر بتوعي فقال بني what is the matter sir ايه عمل حاجة ايه حصل اعمل فيها طبعا من بانها فالملك لير قال له انا هقول لك جونرال وانبصت له جونرال كده i can't believe that you have the power to make me so unhappy انا مش عارف ازاي او مش مسدى انت ازاي عندك السلطة او القدرة انك تقدر يتزعليني اوي كده but you have بس فعلا انت زعلتيني اوي i still have one daughter left انا معتش عند اللي بنت واحدة and i'm sure she will be kind to me when she hears what you have done وانا عارف اني هتبقى طيبة معي و هتعملني كويس لما تعرف اللي انت عملتي she will not be happy with you مش هتبقى مصطة منك ابدا هتزعل منك يا كمان وتخصمك وبعد كده طلع الملك لير مع كينت والخدم بتوع فجونرال بتقول did you hear that my husband سمعتي يا جوزي هي بقولي فقال بني الله you know how much i love you جونرال but قايت له don't say more لا انت عارف انا بحبك اديه بس ولسه راح ببقى يكمل كلامه لا لا انت غلطانة وابوكي مش قايت له بس اسكر خالص don't say more ما تكترش وبسط كده المهرج قايت له you go فالمهرج او الاحمق بتاعهم طلع اخرك فجونرال بتقوله is it a good idea to let him keep a hundred soldiers to keep him in his old age they might attack us وانت شايف ان هو من المفروض او من الصح يعني ان احنا نسيب معاه مئة عسكري في سنه ذا ممكن يخليهم يموتون فقال بني الله I think you are worrying too much لان انا مش عارف حستك الان زيادة عن نزوم يعني فجونرال قايت له it's better to worry and be safe ان لا انا احسن لي ان انا خيف بس افضل في امان I have written to my sister Regan and told her everything انا بعدت لختي Regan وحكيت لها على كل حاجة I'm not angry with you because you asked me to be kinder to my father انا مستعمل منك عشان انت بتطلب مني يبقى اطيب مع ابويا وتعمى مع ابويا بطيبة اكتر but you are being foolish بس انت احمق وانتش فيهم حاجة انت احمار انت عرفهم حاجة انت فقال بني الله maybe you know more than I do يمكن تكون يعارف اكتر مني but I think you are making problems rather than solving them بس انا شايف انت ممكن تكون عارف اكتر مني بس انا شايف انك بتعمل لي مشاكل اكتر بكتير من انك تحل لي مشاكل واخرار بهم لان طيب بقول لك يعني كنت كان نموذج يحتز به لراجل الصديقة والامين ايه رأيك في الموضوع وليه I think he doesn't know because he's a foolish ما كانش تعاجف او he couldn't see the clear trust because he was a foolish لانه كان احمق فعلا ومجنون ودمغتع بانان even if a fool knows when the car is blowing a horse what does the speaker mean اصدو ايه طبعا كنت اللي كان قال للجملة دي he meant that the king had made a great mistake لانه هو كان يقول ان الملك عمل غلطة كبيرة جدا انه هو تنزل عن سلطته لبناته طيب oh why was i angry with Cordelia انا ليه غضبت من Cordelia what can be inferred from these words طبعا we can infer that the king has regretted his decision الملك ندم على قراره why did general order 50 of the king's soldiers to go because he didn't want them in her castle or because they were rude and behaved badly يعني هم كانوا واقحين وكانوا بتصرفوا بطريقة مش قويس did the duke of albany agree to what his wife did how do you know no he didn't agree because he tried to talk to her but she refused لا هو مكانش موافق لانه هو حاول يوقف الملك he tried to stop the king حاول يوقف الملك he tried to speak to her وحاول يكلم معها but she refused ولكنها رفض الخادم بتاع جونرال كان اسمه ايه طبعا ايه Oswald جونرال said if her father wouldn't like living with her he could live with طبعا مين مين معادش الله هي ريجان ما جونرال خلاص طردته وكورداليا هو طردها معادش الله ريجان هتصرف هو كمان برضو كنت يعني عرض ان هو يساعد الملك بي ايه بقى carrying his bag ولا giving him some advice ولا serving his food ولا fighting for him لا طبعا giving him some advice ان هو يبقى ناصح لي when the king went to the palace Oswald and the other servants were very a to him طبعا كانوا very rude طبعا كانوا وقاحين جدا معاه اه جونرال وصفته ان هو كان ايه طبعا قالت لك ايه he is a mad old man راجل عجوز مجنون وكده يا شباب يكون خلاص اكت 1 هو طويل شوية الاكت اللي بعد كده بقى صليرة شوية ان شاء الله فارب اكون الفيديو يعجبكم بسوش تعملوا لايك وشاري سبسكرايب وانت زروني ان شاء الله قريبا جدا في بقية المنهج بتاعنا استبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته